اهلا بحضراتك وبرحب بحضراتك وكمان بنرحب بدفنا النهاردة في المحترف دايما بنكون صعداء ان يكون موجود معنا لانه مميز جدا جدا على مستوى التحليل على مستوى الارقام دايما بينورنا ويشرفنا النقد الرياضي المتميز احمد مجدي ابو حميد مساء الخير عليك مساء الفول يا كابتن وشكرا للكلام الجميل دوت وردتها استحق انا ببقى سعيد وانا موجود معاكم ربنا يخلي حضرتك يا كابتن عندنا كلام كتير النهاردة قوي عندنا ملفات على الدور الانجليزي والكاس الاتحاد الانجليزي لكن خلينا نبدأ بملف النادي الاهل بطولة الافرقية وشايفها ازاي بانطلاق طبعا دلوقتي الاعتقد الجولة التالتة من دور المجموعات شايف المنافسة ازاي من خلال الاربع مجموية الموجودين وهنتكلم اكيد على مدشنا المهم جدا امام المريخ يوم السابت ان شاء الله يعني بالنسبة للمجموعات بشكل عام ما كانش فيه مفاجآت كبيرة يا كابتن يعني المجموعة بتاعت الترجي والنجم الساحل وشباب بلوس ده المجموعة العربية الشمال الافريقية صحيح كانت هي المجموعة الاكثر تنافسا على مستوى المراكز التالتة الاولى وده ما كانش مستبعد مجموعة الاهلي اتعقدت جدا بين اصحاب المراكز التاني والتالت والرابع بقى المجموعة كلها امل بسبب الخسارة للمفاجأة قدام سانداونز مجموعة الوداد والزمالك مرشحة انها تكون برضو تنافسية اكتر في مقابل ان الزمالك لازم يكسب الماتش الجاي على ارض ويكسب الوداد لو حصل دوت المجموعة دي هتشتعل جدا خصوصا هيزداد اشتعلها لو سجراد عارف حق اي نتيجة ايجابية مع بترو اتليتكو في المباراة قادمة وان كان ده مش مرجح لان بيترو اتليتكو عايز يحسم التآهل قبل ما يلتقي بالوداد والزمالك وبقى فيه تباين مصالح يعني لوقت ما الوداد او الزمالك بقى فيه مصلحة ان هم يكسبوا بيترو اتليتكو هيعرفوا يعملوا دوت لان فرق الكواليتي ايا كان بيكون اعلى ولكن هو عنده فرصة يحسم موقفه قدام سجرادة لو حصل موقفه والوداد تلقى اي هزيمة او تعثر قدام الزمالك اعتقد المجموعة تفتحت على كافة الاحتمالات بالنسبة للأهلي الأهلي للأسف الخسارة اللي فاتت دخلتنا في حالة شك بس احنا كلنا ثقة في الفريق ان هو ما دخلناش في حالة شك من الفريق ولكن يعني خلانا نتكلم من الناحة الرقمية سندونز يقدر دلوقتي ان هو يحسم المركز الاول ولو كان كلنا كمشاجر بقينا في كيميا بنا وبين المركز التاني في المجموعات بني بعرفين احنا نكسب بطوله في اخر ان شاء الله لكن انا دايما بوقف عند النقطة دي اكيد ان شاء الله خبراتنا واعتقد كمان ردة الفعل اللي بانت في مباراة الدوري او مباراة الدوري اللي تلت طبعا الهزيمة من سندونز كانت فيه روح مختلفة وداء مختلف لكن دايما يبقى طبعا الحلم الافريق المتواجد عايزين ناخد الثالث على التوالي الحداشر في تاريخنا لكن قلنا رؤيتك لحتى المباراة سندونز استحواز كامل لكن في الاخر نتيجة واحد سفر اتغلبنا واحد سفر شفت المباراة ازاي انا شفت المباراة انه يعني كان فيه توتر كبير جدا في الامطار الاخيرة من من تلتنا الهجوم كله توتر ما كانش يعني اللمسات الاخيرة بتبقى مهمة جدا في المنشطات الكبيرة دي ولي كان بيميز السبب ايه يا احمد يعني التوتر ده لما بيكون انت تحت ضغط عالي تحت ظروف مباراة نهائية او او انت شافي للتوتر واللمسة الاخيرة كان لعيبة النادي الاهل مفتقدينها ليه احيانا يا كابتن لما بيكون المهاجم الهداف الاول بتاعك مش موفق ده بيبقى متوتر هو نفسه متوتر كلعيب بس بينسحب على الملعب كله الملعب كله يعني احنا عندنا فيه غياب توفيق عن محمد شريف لحد قبل ما تشفركم مثلا ده بينسحب على الملعب كله بالذات التلت اللي قدام وحضرتك لعيب كرة كبير وعرف الكلام ده لما رأس الحربة يبقى عنده مشكلة تهدفها هو بيبقى عايز كل كرة تروح له عايز كل الحلول تبقى من عنده وقت ما هو مثلا طلع ونزل مكان حسام حسن وجاد كرة في الستة حسام حسن مشحون ان انا لازم اجيب علشان شريف طلع الكلام ده بيحصل في فريق كرة لانه بس عموان بيبقى فيه تنشن عكس لما يبقى يعني لعيب او اتنين عندك في التلت الاخير دايما موفقين لما ده بيحصل كل الفريق بيبقى مسترخي لما بيوصل الامطار الاخيرة بيبقى هادي زي ده اللي حصل لما شوفنا الكورة بتقفشل لما الكورة هو والشبكة تقريبا فهو عايز بالنسبة له الأضمن بالنسبة لأفشل يحط بطن رجله دلوقتي في حين ان كان فعلا من الوارد ان هو يدوس عليها ويطلع عدد زيادة يا اما يحطها مباشرة بوش رجله غير ان فيه عامل بصراحة كان في ماتش سان دونز ان احنا ما كناش موفقين يعني ما كناش موفقين خلص ده بيحصل هو اليوم كان قف تماما مع وجود ما فيش فار فمسلا كورة كورة حنس المرمى اللي لمسكها يعني ممكن تكون بره ممكن تكون جوه لو كانت اتحسب الضربة الجزاكة تفتحت لك الماتش اعتقد ان احنا عملنا ماتش كويس جدا نادل انا عمل ماتش ممتاز جدا جدا ولكن فرقت شوية لما الوقت بيزيد وده اللي عايز اقف عنده لان وارد جدا يعني الحمد لله الواحد لقى بكورة كتير جدا ويبقى فيه مباريات بتطلع منها زعلان قوي قوي طبعا كل مباراة بتقسر فيها بتطلع زعلان لكن المباراة بشكل مباراة النادي الاهلي مع سان دونز وعدم توفيق واضح اعملنا كل حاجة في الكورة لكن عدم احراز الهتف وتيجي حتى احنا كان بالنسبة لنا وبنسبة لعبة النادي الاهلي وجاز الفاني ان سفر سفر بالنسبة لنا مش كويس وبتيجي في اخر مباراة بيجي فيه جنفة دي مباراة ناخد منها ايه بقى يعني دي برضو عايزين ناخد منها ايه ونروح به على مباراة مهمة جدا ومباراة مفصلية في مشوارنا امام المريخ السوداني يعني زي ما بيقولوا ربا ضرات النفعة يا كابتن انا افتكرت في الماتش ده ماتش فيدا كلوب بتاع السنة اللي فاتت ماتش فيدا كلوب دوت اعتقد ان هو فرق جدا في مصار البطولة كلها ان احنا مثلا نروح للجون 20-25 مرة وما نسجلش اعتقد التعليمات كانت اكثر حدة او هتكون اكثر حدة في الوقت اللي جاي ان ما ينفعش انضيع في التمنتاشر كل دخول التمنتاشر لازم يكون بأعلى كواليتي في الانهاء والكلام ده لانه لما الدنيا بتتيسر احيانا اللعيبة بيخلطها شوية من السقة الزايدة احيانا بتأثر معك لما في دور التمانية في دور الاربعة بتواجه خصم كبير